في تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس اعتمد مشروع دستور الجديد بنسبة 94.6% من الأصوات وذلك بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نظم في 25 يوليو وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن دستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النيائية وختمه من قبل الرئيس التونسي ويكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية واسعة على عكس دستور عام 2014 الذي أقام نظاما برلمانيا معدلا يعطي الرئيس أدوار محدودة وستنطلق الهيئة العليا المستقلة في الأعداد الاستحقاقات القادمة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر القادم